يقدر عدد مسيحي الأردن بـ 239 ألف فرد بحسب إحصائية صدرت عام 2015 من المعهد الملاكي للدراسات الدينية أي ما يعادل أكثر من 2% من عدد السكان تنقسم الطوائف المسيحية في الأردن إلى الروم الأرثوذوكس واللاتين والكاثوليك والبروتستانت مشاكل الناس اللي بعانوا منها قاعدين عائلات كثيرة وما في صدى كان بالماضي لكن الآن استطعنا الحمد لله أن نضع هذا على الطاولة وأن نضع أمام المسؤولين وأن نضع أمام مجلس النواب وأمام مجلس العيان وأن يصبح هذا الموضوع موضوع نقاش وهو المطلوب الآن أن يصبح موضوع نقاش ليصار فيما بعد إلى إصدار تعليمات أو قانون أو نظام خاص فيما يخص الإرث وفيما يخص المحاكم الكنسية لتتبعوا إلى الوصول إلى العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع الأردن هلأ التعديلات اللي بمطالبها أنه البنت تحجب الإرث بمعنى أنه اللي عنده بنات بناتوا بيرسوا بدخلش أطراف أخرى على الإرث وبياخدوا حصصهم ويصبحوا هم ملاجئين في بيوتهم بدفعوا أجار الصحيح أنه إحنا عم نعاني من موضوع الإرث أنا بشكل شخصي كونه عندي ثلاث بنات عم بعاني بموضوع الإرث حاولنا جهدنا أنه القانون الحالي الموجود هو ما بنصفنا حاولنا مع عدة جهات وعدة أمور لنوصل لحل ما في حل إلا أنه نسجل مباشرة بأسامي البنات وهذا اللي عم نحاول نعمله وعملنا جزء منيح منه وعم نكمل بالباقي بس بالنهاية هذا مش حل مش حل نهائي لكل العائلات نحنا منوضح للبنات كل التفاصيل اللي ممكن يتعرضوا إلها حيثة يعني بحكي لهم يعني إذا صار إشي إلي ولا لأبوكم ممنوع تتوقعوا على إيه ورقة بدون ما أنتوا تكونوا حمين حالكم يعني لو وجود محامي إذا أنتوا مش عارفين بتجيبوا محامي أو بتستعينوا بحدا بإخوالكم بعمكم المهم ما بتتوقعوا على أي إشي إلا يكون بناء على تفاصيل معينة أنكم تقدروا تتوقعوا عليها المعطل الأساسي هو الفكر العشائري وأنا بقول للإخوان كلهم لما بناقشهم في هذا الموضوع بقولوا أنت لما بتعطي بتعطي بنتك مش جوز بنتك فيجب هذا المفهوم أن يكون في عقلك أنه أنا لما بتعطي بنتي يعني لما بنتك بتكون عندك في البيت لما هي بتكون معززة مكرمة ليش لما بتطلع من البيت وتبطل معززة مكرمة تبطل أنت لما بتعطي أخوها